اشتركوا في القناة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملت القرآن في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه هذا الحديث الثاني في هذه الأربعين قبل أن نتكلم عن معنى نقف عند بعض الصناعة الحديثية بوجه مختصر فنقول أشار العلماء إلى ضعف هذا الحديث وقال الحديث ضعيف بسبب سنده فإن في سنده راون قال فيه بعض علماء الجرح والتعديل بعض علماء الحديث في النفس منه شيء ضعف الحديث لسبب السند لا يؤثر في المتن خاصة إذا كان المتن أي لفظ الحديث يدخل تحت الأصل العام إنما قصدنا الإتيان بهذا الحديث وسنأتي إن شاء الله تعالى بعدها بأحاديث في أعلى درجة صحة لأجل أن نؤصل في مجتمعنا الآن ما كان في عند سلف من أن الأحاديث التي في سندها ما قال ليست شديدة الضعف لا من المناكير ولا من الموضوعات وهي ضعيفة فإنه يعمل بها في فضائل الأعمال بشروطها المعروفة عند علماء الحديث وأفضل فضائل الأعمال تلاوة القرآن وتربية الأبناء وانحو ذلك فإذن الضعف ليس بشديد وقد أولده الحفاظ وذكره في مجالسهم فلا يغرنك أيها المطالع أن يقال هذا حديث ضعيف فتظن أن الضعف معناه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله لا ليس هذا هو معنى الحديث الضعيف إنما معناه أن شرطا من الشروط الخمسة التي قررها علماء الحديث قد سقط بل قد يكون وقاله سيد الوجود عليه الصلاة والسلام مع السقوط ذلك الشرط كما هو موضح في مقدمة ابن الصلاح لمن أراد أن يرشع هذه مقدمة لهذا الحديث ولغيره القلة التي قد نوردها وإلا فسنحافظ إن شاء الله تعالى في هذه المجالس الأربعينية الحديثية على الحديث الصحيحة والتي تلقتها الأمة بالقبول هذا أول فائدة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أدب أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته إشارة إلى أن هذا الدين محبة وإلى أن المحبة في هذا الدين هي روح الأعمال وهي الأمر الذي تنافس فيه السلف وهي التي يبنى عليها ما سواه وكل شيء إنما يعظم التنافس فيه بقدر المحبة فأهل المحبة محبة الله ورسوله ومحبة أهل بيته الكرام هم الذين ضامنهم المولى عز وجل وضامن لهم وكأن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقول إذا ربيت ولدك على حب مولانا رسول الله صلى الله وسلم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أخرجه إلى المجتمع ولا تخشى فإنه لن يتعثر بشيء فاسد بل سيؤثر في الفاسد فيصلحه بباركة تلك المحبة ثم إن ذكره صلى الله عليه وسلم لتعليم القرآن وقراءة القرآن في آخر الخصار الثلاث فيه إشارة إلى أنه خاتم بما يكون له أثر بمقدمه وكأنه يقول أدبوهم على حب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة سيرته العطرة وشمائله النجيرة وحببوهم له وحببو لهم سادتنا أهل البيت بمعرفتهم ومعرفت ما كانوا عليه من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويندرج ضمن سادتنا أهل البيت الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين وأهل الخير والفضل والصلاح متى غرستم في قلب أبنائكم في قلوب أبنائكم هذه المحبة فإذا هم أقبلوا على تلابة القرآن ووجهتموهم إلى تلابة القرآن سيتلون القرآن بقلب محب ثم تصور ما هو الأثر الذي يكون في قلب ذلك الفتى إذا امتلأ بالحب ثم وجه إلى القرآن الكريم ستنفتح مسام قلبه للقرآن وللفهم في القرآن والتدبر في القرآن ولن يلتفس عن القرآن لأنه غلست فيه محبة سيد ولدي عدنان صلوات ربي وسلامه عليها ثم في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أهل القرآن حملت القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة مع أنبيائه وأصيائه هذه المعية أصلها تلك المحبة لأنه لما قل يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت فأبذر أيها المؤمن في قلب ولدك حب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحب آل بيته الكرام وصحابته العظام وأهل الخير والصلاح وحب القرآن الكريم وحب تلاوة القرآن الكريم وحب الفهم في القرآن الكريم فإنها النجاة التي أعطاها إيانا سيد وجود صلوات ربي وسلامه عليه نسأل الله الكريم أن يغرس في قلوبنا وقلوب أبنائنا وأجيالنا هذه المعاني التي علمنا إياها سيد وجود صلوات ربي وسلامه عليه ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إنه ولي ذلك القادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك أنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر